سباح الخير نهاردة اول يوم جديد في سنة جديدة كل سنة من تطيبين المدرسة دي بيتكم عشان حتقضوا فيها نص اليوم عايزكم تحافظوا عليه واخوانكم زملائكم وإحنا كلنا عائلتكم عايزكم بقى تقفوا كده طوابير عشان نبدأ اليوم الدراسة الجديدة يلا يا ولاد واحد اتنين ثلاثة اتفضلوا ها بابو بار لا لو سمحت هوا ماينفعش حد يدخل من غير اليونيفورم بتاعه ده ضد قواعد المدرسة اه وبرضو من قواعد المدرسة المحترمة انها تقدمينها الكوالتي زي ده يا فاندم هوا احنا لسه عملنا حاجة عشان تعافي الكوالتي حلو ولا وحش حضرين بداية القصيدة كفر اتفضلوا هو ده اليونيفورم اللي عايتين ابني يلبسه اتفضلوا شوفوا شوف الكوالتي العظيمة بتاعته ده انا لو قدت فصلت له اليونيفورم من ملايك السرير كان هيبقى احسن من كده هو حديك خدت بالك من باند الكوالتي وما خدتش بالك من باند الاسعار على فكرة اليونيفورم ده من اي مدرسة تانية هتجيبيه دعف التمن حضرينيك انا ما طلبتش منك تقدميني سعر كويس وكان ممكن تعملي كذا كاتبري تاني وكل واحد يختار على قد امكانياته وبعدين المدرسة التانية بتقدم لنا بتقدم لنا اليونيفورم محترم ادمي مش ده انا مقدرة عصبية حضرتك جدا وحيك معاكي حق في كل كلمة بتقوليها ووعدك ان احنا في خلال يومين هنقدم لكم اليونيفورم احسن بكتير واسمحيلي يعني انا وفيروز نقدم لحضرتك اعتذار وكمان يعني نقدم لك 10% خاصة على مصاريف المدرسة لما شوف وهقولها تاني انا اهم حاجة عندي وراحت ابني نوعد حضرتك ان ده اكيد هيعزم تمام يلا يا حبيباء انت اطلع الكلاس اكي مالو مالو زي الفل هو قاسك زي الفل حضرتك انا حضرتك شخط بس باعش ماتك 10% مش عارة اجي من الملايين ده يا ربي هو انت ايه يا بنتي محدش يعرف يعتمد عليك شوية شوف مين اللي بتتكلم اتكلمي الطريقة احسن من كده حاولي ترتكف الحديث شوية في حد في الدنيا يقدم كوالتي بالطريقة دي على قد فلوسهم يا حبيبتي وبعدين المصنى عندنا طول عملي بتعامل معاه في شغلي عمري محدش تكى من كوالتي بتاعته وانا لقاستك شوفته بنفسي وكان زي الفل حبيبتي المصنع اللي بتتعاملي معاه ده لما بتعملي البيجامات الكاستور لكن تيجيلك ناس من مدارس انترناشنال فمتوقعين ان حضرتك تقدمي لهم نفس الكوالتي اللي هم متعود دير عليها طبقية قوي على فكرة كلنا سواسية كلنا ولاد تسعة طبقية ايه وولاد ايه انا بكلمها في ايه وهي بترد عليها تقولي ايه على فكرة بقى عندها حق ماينفعش ان احنا نغلط من اولها طبعا لان لو غلطنا من اولها حيبقى اول قصيدة كفة حاسس بيك يا ماتبص ليش مش عشان انتي بنتي اوما همجي في صفك لا الشغل شغل لازم كل حاجة تمشي زال الساعة وحضرتك يا دكتور مش عايز تضيف حاجة؟ انا واضح ما اسمح ليش ان انا ننزل المستوى ده تنزل المستوى ده؟ ده على اساس ان انا عشان مضلرت ما يا جماعة في مشكلة مشكلة ايه تاني؟ الجدوى البايز ايه بتكمل مساها كده ليه؟ يا جماعة حصص كلها دخلت بعضها مفيش اي تنسيق ما بينهم يعني انا عندي دلوقتي كلاس في جريد فور وكلاس في جريد فايف طب ازاي؟ نضم الفصلين على بعض ايه اللخبطة دي معقول؟ هو مين اللي مسؤول عن الجدوى؟ مين؟ مين؟ طب بعد ازنوك بس هي اساسات تروح على التيتشيرز روم واحنا هنحل المشكلة دي ياريت تحلوها بسرعة انتي بتكلمين بصبحة تانية تستهري ايش؟ معقول يا سيدة القبطان؟ معقول من اول يوم اغلاط كده؟ معقول يا استاذ التاريخ يا عظيم؟ معقول اول القصيدة كوف؟ ده مين انا كده؟ معقول يا جماعة يعني حتى الاسكادجول مش عارفين تزبطوا؟ هو انا يعني لازم كل حاجة عملها بلافسي؟ ربنا اينيك يا دلالة انا ما بلقك؟ يا جماعة ما حدش هالجامل حاجة خالص؟ والله يا انطلش يا هاب انا ما حد نصفني غير حضرتك يعني ولا بيجي من وراج اي مشاكل ودايما مساعدني كده وبتحاول انت تنجح المدرسة مع حبيبي ملم ملم موسيقى 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 اشتركوا في القناة